أراد الإبن أن يتزوج من فتاة غير ملتزمة أعجبته إلا أن أمه أوصته وقالت له يا بني أرجو أن تختار ذات الدين كي تسعدك وتسعد بها فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين اتربت يداك ترك الإبن الفتاة الغير ملتزمة ونفذ وصية أمه وتزوج من فتاة على خلق ودين وبعد انتهاء رحلة شهر العسل والتي امتدت شهرا عاد الإبن إلى شقته في بيت الأسرة في المساء وأول شيء فعله هو تقبيل يد أمه وعندما وجدها تنظر له في دهشة حيث أن هذه هي أول مرة يقبل فيها يدها قال لها أشكرك يا أمي فأنا اليوم أسعد إنسان في الوجود لحسن اختياري وهذا من فضلك علي عندما أوصيتني باختيار الزوجة الصالحة بعدها فوجئت الأم بابنها يلتزم بالصلاة في المسجد بل ويذهب للمسجد قبل الأذان وبعد أن يمر عليها وعلى أبيه ويقبل أيديهما وقد سألته أمه عن سبب ذهابه للمسجد قبل الأذان فابتسم وقال لها الأذان يا أمي الحبيبة لتنبيه الغافلين وأنا أرجو ألا أكون منهم وأثناء وجود الإبن في المسجد نزلت زوجة الإبن وصلت مع والدة زوجها وبعد الصلاة قالت الأم لزوجة إبنها مبتسمة لقد تمكنت أن تجعل إبني يلتزم بالصلاة في المسجد ونجحت في ثلاثين يوما فيما فشلت فيه أنا في عشرين عاما ردت زوجة الإبن قائلة هل تعلم يا أمي قصة الحجر والكنز؟ كان هناك حجر كبير يعترض طريقا لمرر الناس فتطوع رجل لكسره وإزالته حاول الرجل وضرب الحجر بالفأس تسعا وتسعين مرة ثم تعب فمر به رجل فطلب منه أن يعاونه وفعلا تناول الرجل الفأس وضرب الحجر الكبير فانفلق من أول ضربة وكانت المفاجأة أن هناك صرة مملوئة بالذهب تحت الصخرة فقال الرجل هي لي أنا فلقت الحجر فتخاصم الرجلان إلى القاضي قال الأول عليه أن يعطيني بعض الكنز فأنا ضربت الحجر تسعا وتسعين ضربة ثم تعبت وقال الآخر الكنز كله لي أنا الذي فلقت الحجر فرد القاضي للأول تسعة وتسعون جزءا من الكنز ولك يا من فلقت الحجر جزء واحد فلولا ضرباته التسع والتسعين من فلق الحجر في المرة المئة فيا أمي عليك أن تثقي تماما أن تعبك لم يضع سدى لقد كنت تحثين ابنك على الصلاة لمدة عشرين عاما دون ما يأس فأنت التي أنشأت حجر الأساس وقمت بالبناء لبنة لبنة حتى بقيت اللبنة الأخيرة التي أكملتها أنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هبة فتاة غير ملتزمة ومنذ صغرها وهي تحلم بأن تكون نجمة شهيرة فكانت تترك الصلاة طوال أيام وعندما تصلي لترضي أبويها كانت تقوم بالحركات ولا تعلم ما تقول وعندما التحقت بالجامعة تعرفت على شاب يدعي بأنه يصنع النجمات فانشغلت به ووافقت عليه عندما تقدم لخطبتها رغم معارضة أسرتها وأصبحت تتفنن في زينتها ويفوح العطر منها أينما سارت ليرى الناس كم هي أنيقة وجميلة ونجمة المستقبل وذات يوم خرجت هبة إلى السوق بكامل زينتها وتبرجها وفجأة سمعت صوتا من خلفها ينادي بصوت يقطر حبا وحنانا وعندما التفتت خلفها وجدت سيدة محجبة تصافحها بحرارة وتقول لها يا حبيبتي إني أرى الله قد ألقى على وجهك نوراً فلا تطفئيه بظلمة المعصية أخذت هبة العزة بالإثم وأزاحت يد السيدة عن يدها بغضب ومضت إلا أنها شعرت كأن كلمات السيدة نقشت في قلبها ولما عادت للبيت ودخلت حجرتها ظلت تفكر في تلك السيدة وتشعر برعشة شديدة كلما تذكرت كلماتها إني أرى الله قد ألقى على وجهك نوراً فلا تطفئيه بظلمة المعصية ولكي تهرب من هذا التفكير ذهبت لتصنع لنفسها كوب من الشاي وأخذت تفكر في خطيبها وفجأة ودون أن تشعر وجدت يدها تقترب من النار وتحترق فبكت وقالت ما أصعب هذه النار لقد أحرقتني في الدنيا ولا أريد أن أتعذب بها في الآخرة ثم أسرعت وتوضأت وصلت صلاة العشاء صلاة متدبرة لأول مرة في حياتها ثم ذهبت إلى فراشها ولكنها لم تنم وسمعت كلما بالغرفة يناديها فلا تطفئيه فلا تطفئيه عندئذ لم تدعي الأصوات تكمل حيث نهضت إلى سجادتها وقلبها ينخلع من شدة الخفقان وخرت ساجدة تقول بالدمع أعاهدك يا ربي أن لا أطفئه أبدا لقد أمهلتني طويلا فما أكثر نعمك وما أقل حيائي وفي الصباح ذهبت هبة للجامعة محجبة وأخبرت خطيبها بتوبتها إلى الله ونسيان النجومية فسخر منها وتركها فحمدت الله كثيرا خاصة بعدما علمت من صديقة لها أن خطيبها كان سيعرضها كسلعة على المنتجين ويربح أموالا من خلالها وعندما قارنت بين موقف السيدة منها وموقف خطيبها تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الشيخ علي الجرجاوي الذي عرف بحبه الشديد للإسلام والعمل على نصرته قد قرأ في إحدى الصحف عام 1906 خبرا غريبا مفاده أن رئيس وزراء اليابان الكون كاتسورا أرسل خطابات رسمية إلى دول العالم ليرسلوا إليهم العلماء والفلاسفة وكل أصحاب الديانات لكي يجتمعوا في مدينة توكيو خلال مؤتمر عالمي ضخم يتحدث فيه أهل كل دين عن قواعد دينهم وفلسفته ثم يختار اليابانيون بعد ذلك ما يناسبهم من هذه الأديان ليكون دينا رسميا للإمبراطورية اليابانية بأسرها والسبب ذلك أن اليابانيين بعد انتصارهم على الروس في معركة تسوشيما عام 1905 رأوا أن معتقداتهم الأصلية لا تتفق مع تطورهم الحضري ورقيهم المادي والأدبي الذي وصلوا إليه فأرادوا أن يختاروا دينا جديدا يكون ملائما لهذه المرحلة من تاريخهم أسرع الشيخ الجرجاوي وكتب في صحيفة الإرشاد يدعو شيخ الأزهر وعلماء الإسلام لتشكيل وفد للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يمكنهم من خلاله إقناع الشعب الياباني بالإسلام وهذا من شأنه إذا حدث فسوف يؤدي إلى قيام حلف إسلامي قوي يجمع اليابان وربما الصين أيضا مع السلطنة العثمانية ويعود للإسلام مجده القديم وقد حثه بالتحرك السريع لانتهاز هذه الفرصة الذهابية لنقل دين الإسلام إلى أقصى بقاع الأرض ولكن كان موقف الأزهر سلبي لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي الذي كان دوما ضد الإسلام ومع ذلك لم يستسلم الشيخ الجرجاوي وانطلق إلى قريته الصغيرة ليبيع خمس أفدنة من الأرض كانت كل ثروته لينفق على حسابه الخاص تكاليف تلك المغامرة ولأن أيامها لم يكن هناك سفر بالطائرات لذلك انتقل على متن باخرة من الإسكندرية إلى إيطاليا ومنها إلى عدن في اليمن ومنها إلى بومبي في الهند ومنها إلى كولومبو في جزيرة سيلان ثم إلى سنغافورة ثم إلى هونج كونج ثم إلى سايجون في الصين ليصل أخيرا إلى ميناء يوكوهاما الياباني بعد مغامرة بحرية لقي فيها الأهوال والمصاعب وهناك في اليابان فوجأ الشيخ الجرجاوي بوجود شيخ هندي وشيخ من تونس وشيخ صيني وشيخ روسي كل هؤلاء جاءوا مثله على نفقتهم الخاصة ليجدوا أن الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني أرسل وفدا كبيرا من العلماء الأتراك بدأت جلسة المؤتمر لتعرض كل جماعة دينها واعتمد الشيخ الجرجاوي وأصحابه على التبسيط والإيجاز في شرح مبادئ الدين مع سرد البراهين والأدلة العقلية للإجابة عن الشبهات التي طرحها البعض في المؤتمر فأسلم الآلاف على أيدي تلك المجموعة وكاد إمبراطور اليابان الماكيدو نفسه أن يسلم على يد الجرجاوي بعد أن أبدأ إعجابه بالإسلام إلا أنه خاف على كرسيه الإمبراطوري ولكنه أخبر الشيخ الجرجاوي أنه إذا وافق الوزراء على تغيير دين الآباء فإنه سيختار الإسلام بلا أدنى شك ثم أعلن في نهاية المؤتمر أن حرية العقيدة في بلاده متاحة ومكفولة فخرج الشيخ الجرجاوي إلى شوارع المدينة مع المترجم وراح يحدث اليابانيين عن الدين في مدة بلغت الشهر فأسلم على يديه آلاف اليابانيين وعاد إلى مصر بعد أن أسس في توكيو جمعية للدعوة الإسلامية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حض عظيم كأنه ولي حدث اليابانيين ومن أحسن أخرين اشتركوا في القناة